كشف مدير أحصاء نينوى نوفل سليمان أن عدد المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى هم أكثر من 125 ألف أسرة وأشاري لأن المتقدمين للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية من فئة الرجال هم أكثر من 200 ألف مقابل 30 ألفا من النساء مستدرك أنه لم تصدر لحد الآن الأسماء الجديدة المشمولة بالرواتب والتي من المقرر أن تصدر في الموازنة الجديدة وفي نينوى التي تعثان أكبر محافظة في العراق من حيث التعداد السكاني وصلت نسبة البطالة إلى 33% حيث تعد فئة الشباب الأكثر من العاطلين عن العمل وهم بين 15 و24 عاما